حاليا الموظف وصل إلى مرحلة حل عليها الصدقة وعيب عليها يتكلم بهذا الكلام نحن مظاهراتنا اقتصادية نحن نريد تركب الموجة وتنحسب لفلان وعلان نحن مع حكومة السودانية حكومة أصلاحية لا تملقا ولا لأنه على قناة حكومية لا حكومة عينة الأوائل الشهادات العليا ثبتت المحاضرين المعضل الأكبر اللي كان المحاضر يحلم بعقد 315 حاليا المحاضر مثلي يتلم موظف على الملاك الدائم لكن بقت خطوة أخيرة إلى وهي تعديل سلم الرواتب وسوف يكون إنجاز تاريخي للحكومة العراقية ثلاث حكومات مرت على العراق لم يتطرق أحد لتعديل سلم الرواتب خل أوضح لي الشغلة الإسمي اللي بالدرجة العاشرة 170 ألف دينار لا يملك أي مخصصات إذا كان متزوج وعنده نقل يطرق 20 ألف رح يصعد راتبة للـ 200 ألف دينار أستحلفكم بالله العظيم 200 ألف دينار هذا موظف يعني يمثل اسم الدولة العراقية وحاليا نحن عندنا الميت دولار الورقة تصرف بـ 148 يعني موظف الدولة العراقية راتبة ورقة وكسور ما فيه منطق لازم يحدث سلم الرواتب لازم يحدث سلم الرواتب طيب هذا نتكلم عليه خلي كل واحد خلنا نتكلم بالعامية سيد مصطفى كل واحد يفرش عبايته أنت الواحد يتقاضى هذا الراتب إيش دايك فيه؟ يروح للبيت؟ يروح للشغل؟ مسواق؟ إذا عنده أحد مريض؟ إذا هو أي عائلة ما عنده خمسة ستة أطفال؟ إيش دايك في هذا الراتب؟ بالبداية أريد أوضح شغلة وحدة حالياً سويت دراسة وبحث مفصل من خلال صفحتي آني دايك توصلني كثير مناشدات إنه سلم الرواتب والرواتب مدى تكففة آني دايك أطر أنه يأخذ إجازة وده روح يشتغل شغل ثاني لوش حتى يقدر يعين نفسه بمصدر ثاني يعني هس حالياً أكو خلل اقتصادي يعرفون إذا أكو خبراء اقتصاديين دايك يشوفون الحلقة رح يعرفون آني شأقصد من هذا موظف رح يروح يشتغل شغلة ثانية رح يضارب على الكاسب سلم الرواتب لا يقتصر على الموظف تقط باعتبار الموظف هو اللي يحرك العجل الشرائية للسوق وبدالي لذكرته لأكثر من مرة ولأكثر من لقاء روح للسوق من يوم واحد لحد يوم خمسة فترة توزيع رواتب المتقاعدين ما إلتش ما حط رجل بالسوق من يوم عشر اليوم عشرين السوق فارغ لو أشحنا حالياً محتاجين أزمة محتاجين نعدل الرواتب حالياً الموظف وصل إلى مرحلة حلع عليها الصدقة وعيب عليها يتكلم بهذا الكلام حالياً توصلني رسائل من خلال صفحتي ومن خلال مناشدات الناس أقسم بالله أنه أحد الموظفين اليوم ناشدني من خلال أنه أنا سويت علان عندي لقاء على قناة التغيير قال أنه أنا بعت تليفوني في سبيل ده أسوي عملية زوجتي زي أن أستحلفكم بالله وين الضمان الصحي للموظف زي أن أنت موظف تطي مئتين وخمسين تأخذ من عنده جواية 25 ألف بالشهر كهرباء تأخذ من عنده 20 مي تأخذ هذا المي المي اللي دجلة والفرات مليانة أحنا بلد الخير يأخذون على المي 20 ألف بالشهر وخمسطعش بغض النظر عن المنطقة من منطقة إلى آخر زين وين العدالة زين